مع كل صباح جديد في محافظة إدلب يتوافد أكثر من 300 ألف طالب وطالبا من المراحل الدراسية المختلفة إلى مدارس المحافظة مدينة وريفا في أول عام دراسي يمر على إدلب المحررة لتكون مديرية التربية هي المنسقة الأول لهذه العملية التعليمية بعد أن قامت مديرية التربية باستلام ملف التعليم مدينة وريفا تم توحيد كافة الجهود التعليمية قبل تحرير المدينة كما تعلمون كان هناك جهات كثر ومختلفة تعمل في مجال التعليم فبعد إنشاء مديرية التربية وعنايتها بالملف التعليمية انتجهنا في أيها الخطوة وهو العام الدراسي الجديد من حيث وحدنا كافة هذه القدرات والإمكانيات التي تعمل في المجال التعليمي من خلال الكفاءات من خلال المنظمات من خلال الجهات الداعمة من خلال كل من يعمل في هذا المجال وحدنا جهود بالبدء بالعام الدراسي الجديد مدينة وريفا نتيجة للفوضى التي لحقت التحرير بسبب كثرة المنظمات التعليمية والكيانات الخاصة بهذه المديرية عملت التربية في إدلب على جمعها في صندوق واحد للتنسيق والتعاون وإكمال المراحل التعليمية دون أي انقطاع لكل الفئات العمرية التابعة لقطاع التربية قامت مديرية التربية بجميع من يعمل في المجال التعليمي من منظمات وهيئات ودعتهم إلى مديرية التربية كتشكيل صندوق أو مركزية معينة لتقوم بعمل المديرية كاملة لأن المجال التعليمي هو مجال موحد ويجب أن يكون له مركزية واحدة تعمل جميع من منهاج وجميع السبل الموجودة في هذا المجال ولا تستطيع التوقف والامتداد والتوقف والامتداد لكي لا ينقطع الطلاب عن هذا العمل أعداد كبيرة من الطلاب المتقدمين لإكمال العملية التعليمية في كل المحافظة يقابلها إمكانيات ضخمة تقع مسؤوليتها على مديرية التربية من إصلاح المدارس وتأمين آلاف المدرسين واستيعاب أكبر عدد من الطلاب عدد المدارس أكثر من ألف ومئة مدرسة بين الثانويات وحلقة أولى وحلقة ثانية وبعض المعاهد الصناعية والفنية والزراعية وعدد الطلاب يعادل 325 ألف أيضا كمان ثانويات وتقسيمات الأخرى والمدرسين حوالي 25 ألف مدرس هو نجاح مرهون بقدرة الطلاب لإكمال العام الدراسي الجديد بتفوق وإبداع رغم الإمكانيات المتواضعة والتهديد الدائم من قبل الطيران الحربي استطاعت مديرية التربية في محافظة إدلب بالتنسيق مع الإدارة العامة والكيانات المختصة بالتعليم بدء عام دراسي جديد وأول في مدينة إدلب المحررة لأوريانت نيوز مسلم سيد عيسى مدينة إدلب